فالله لا أسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشير أتمم له رباه يا من نرتاجه هدفا عظيما قد تلأ لأك القمار قال والصلاة على النبي في التشهد الواجب في الصلاة واجبة وأما خارج الصلاة فقد قال الحليم طيب بس انتظروني بأخ أنتهم الدرس وأجيب عن الأسئلة قال قد تظهرت الأخبار بوجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما جرى ذكره فإن كان يذبط إجماع يلزم الحج به يلزم الحج به بمثل على أن ذلك غير فرض وإلا فهو فرض على الذاكري والسامع وفرضه في التشهد الأول عند ذكري على وجهين أحدهما أن يكون واجب لأجل ذكره لا لأجل الصلاة كما يجب على المسبوق ببعض الصلاة لأجل اقتدائه بالإيمان ما لا يجب عليه لأهل الصلاة والآخر أن يقال إن للصلاة حال واحدة فإذا ذكر المصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى الكلام في هذا الفصل والقول أولا الخلاف الفقهي بين أهل العلماء في ذلك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي حياة بالنسبة للإنسان حياة فبالنسبة للصلاة الشهد الأوسط خلاف عريض بين العلماء أهلية واجبة أنها مستحبة والاتفاق على أنها مستحبة والخلاف في الوجوب بين الظاهرية وبين أهل العلم رضي الله عنك يا نهيد أحصل الله عليكم هذه عيون الأفاضل نساء الله أن أحفظكم والصلاة في التشاهد الأخير واجبة عند الشفعية وعند الأئمة الثلاثة ليست واجبة يعني مستحبة بقول النبي ثم تتخير بعد الشهود ثم تتخير من الدعاء ما شئت وما شفعية فقد قال أن النبي قد قال قولوا اللهم صلي على محمد رضي الله عنك يا فريال أنت ليس لمثلك أن يعتذر أنت من الفضليات الكريمات ما في أي شيء وأنا أصلا ما عتبت حضرتك أنت لما ذكرت أنني لم أرد بينت لك أنني رددت والعلى الصوت لم يظهر لحضرتك فلمست لك العضر في ذلك قلت بل لكن دفعت بس عن نفسي قلت وما الذي يمنعني أن أرد على حضرتك ما في فهذا الذي أردت أما أنت فأمن الفضليات الكريمات أسأل الله أسأل ربي أن يحفظك وأحفظ بك وأن ينسل لي ولك وأن يجعلنا جميعا من خير الناس للناس رضي الله عنك رضي الله عنك أرضاك فإذن هنا عندنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أتشاهد الأخير كما قلنا الشفعية خالف الجمهور وقال بوجوبه بمعنى أن الصلاة لا تصحب غيره ولئما ثالث قالوا أين وقف عنده أشهد أن لا إله إلا الله واحد ولا يشارك لا أشهد أن محمد عبده ورسوله صحت صلاة وانتهت وتمت بذلك لكن خالف الأكمل لكن خالف الأكمل هذا في الصلاة وفي صلاة الجنازة التكبير الثانية تكون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل هي واجبة ومستحبة هذا أيضا عند العلماء في خلاف وأما في غير ذلك فإن العلماء يقولون يقولون بأن الله جل في علا قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه في قولي تعالى يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قالوا هذا أمر وظاهر الأمر الوجوب هذا أمر وظاهر الأمر الوجوب وصحيح أنه مرة واحدة في العمر تجيب وبعد ذلك يكون فيه الكمالات ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكر اسم الله ولم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترى حسرة لقام على مستجيفة حمار وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمين 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 ومنها أنه قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقال قل أمين فقلت أمين قال قل أمين فقلت أمين وقد جاءت الآثار في الصلاة على النبي المختار وعلى آل بيتي فمن قالوا البيت فمن قالوا البيت تفصيلا وقلنا دهب الشفعي رحمه الله وتعالى إلى نبي أنا في الدرس الآن ومرتبط النت بالهاتف فما تتصل الآن نسف ساعة وتصل سلام عليكم أعتذر لكم لأنني أعرف أنه لن يكف عن الاتصال لأنه يريد أسئلة فمش أسكت فلذلك أرددت عليه أعتذر لحضراتكم فهنا وعن أبي راية رضي الله عنه وارضاه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضحى أتى بكبشيني أقرنيني أملحيني نعم موجو أيني رضي الله عنك أنيسة صلى الله موجو أيني فذبح أحدهما عن أمته من شهد له بالتوحيد وشهد له بالبلغ وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد عن بني هاشم وبني المطلب وهذا فيه دلالة واضحة جدا على أن اسم الآل للقرابة الخاصة لا للعامة يعني ليس العموم بل الآل هم خاصة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت بني هاشم وبني عبد المطلب بأبي هو وأمي رضي الله عنكم أرواحين وأما الحديث الذي روه في الأول إنما أولياء كل تقي استغفر الله استغفر الله إيسا كدير كل تقي فإنما فإنه إنما رواه نافع أبو هرمز عن أنس بن مالك مرفع تركوه وقد حمله الحليمي نعم رحمه الله عن كل تقي من القرابة والصحيح أنه على التعميم لكن عندما نتكلم على هذه المسألة فنقول إذا قال آل بيته وصحبه فالصحب غير آل البيت لو قال آل بيته وسكت فصحبه والمؤمنون يدخلون في ذلك ولذلك قال بها قيوة قد روينا السابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما يأكل آل محمد من هذا المال على الفيء ويحرم عليه الصدقاء وعن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاثة آل اتباعا حتى قبض وقالت إن كنا آل محمد لنمكث شهرا ما نستوقد بنار وعن أبي أريرة رضي الله عنه وارضا أنه قال ما شبع آل محمد من طعام ثلاثة أيام حتى قبض صلاتي على الآل والحق أن نقول هم الآل مجاعته أو شدة لقه مسكينا كما يقال ذلك وهذا أيضا فيه نظر هذا فيه نظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله محيني مسكينا الله محيني مسكينا وأميتني مسكينا وأحشرني مع زمنة المساكين فهذه دلالة سمع عليكم أخي سمع عليكم أخي أنا في درس الآن أنا في درس أخي أنا في درس الآن بعد الدرس التصرفية ولذلك أروا بسندي عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال السراط المستقيم تركانا رسول الله صلى الله عليه وسلم على طرف والطرف الآخر الجنة الله أكبر الله أجعلنا نسيره على الضرب يا رب الله أجعلنا نسيره على الضرب الله أجعلنا نسيره على الضرب وأنت أرحم الرحيمين أولا أزواج النبي سلم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بأن النبي قال الأم سلم ليس لك على أهلك هوان وأيضا قالت عائشة رضي الله عنه وارضاه بعدما طيبت المرأة وهيئتها لدخول النبي شو زوجته هي تهيئ له الأخرى والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الله له هذه الحياة أفضل الحياة فقالت له بعدما جاء من عندها يعني فقالت له كيف وجدت أهلك وعائشة التي يعني يعني غيرتها كالبحر المتسع حتى لا تكون الكلمة فيها شيء من التجاوز بحر غيرة ومع ذلك تتأدب مع نبي وتقول له كيف وجدت أهلك وهذا يستدل به أيضا على أن آل النبي من أزواج النبي من آل النبي وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب قال قال قول الله ما صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد في رواة قال قول الله ما صلي على محمد وعلى أزواجه وذريته وبارك على كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواج ذريته كما بركت على آل إبراهيم فجعلت ذرية مقابل الآل عليكم السلام وبركاته أيضا آيات المراقبة للسنوية العامة أعتقد انتهت الآن كما قلت عندما عندما اشتددتي في اللجان أفاض الله عليك بكلمات من نور أمس هذا عجيب المسألة في القلوب وروا بسندي أيضا عن خالد قال إذا حدست على رسول الله بحديث فازدهر به عن أبي العالية وفي الوقت شعراني قال إذا حدست حديثنا عن رسول الله فازدهر قال الفضل يعني احتفظ به أنت الآن معك كنز عظيم وهذا الكنز هو كنز قال رسول الله هتعلمون أن رمام التلميذي ليرغب في الأفاضل الأماجد ليرغب في الأفاضل الأماجد أو الأفاضل الأماجد في سنة النبي قال من اقتنى كتاب السنن سنة التلميذي كأن النبي في بيتي يتحدث فأنت أمامك كنز عظيم فعليك أن تهتبل الفرصة وأن تحافظ على هذا الخيص ولا تفرد فيه قال باقي رحمه الله تعالى في تعظيم الله عز وجل وتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يحمل على المصحف ألا يحمل على المصحف شيء يعني لا تجعل المصحف آخر شيء ولا على جوامع السنن كتاب ولا شيء هنا جعلني أتذكر كان فضيلة شيخ المقدم هذا رجل النبيل النبيل جدا يعني كان رأى بعض الطلبة معه كتاب السنن ووضع عليه يعني جعله يتكئ عليه فنهر وزجره وبشدة وكنت أعلم أن السلف يفعلون ذلك لكن يعني وقفت متحيرا رفقا رفقا فقلت السنة أولى السنة أولى وبعد ذلك بصنعة بصنعة الأبي الحاني وبصنعة أيضا الراقي المعلم الراقي اجتدبه وبين له أن هذا من باب تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما أن تعظيم المصحف ألا تضع عليه شيئا ومن تعظيم المصحف ألا تضعه في أماكن قد يزدري الجلوس فيها أحد نعم لذلك قال من متاع البيت أو ينفذ الغبار عنه إذا أصاب أو لا يمسح أحد يده من طعام ألا غيره بورقي استغفر الله بورقة فيها ذكر الله للافعله يعني يقال بأن بشر الحافي تعلمون من بشر الحافي بشر الحافي كان رجلا تقيا نقيا وعابدا زهدا كان منحرفا جدا لكنه مشى في الشارع مخمورا ورد ورقة فيها يعني حولها نجاسات والورقة رأى فيها ذكر الله فبكى وأخذ الورقة ونظفها كل الناسات وأخذها واحتفظ بها شوفوا هنا القلب الطاهر النقي كيف يوفق في هذا الباب فلما عظم اسم الله جدا في علاه عظم الله قدره وعظمه وجعله من أزهد الناس حتى أن طلبة العلم يعني طلبة العلم يتسرعون أيضا قالوا ما لبشر هذا يعني المفروض أنه الآن ترأس الناس بهذه العبادة وهذا الزهد لابد أن يكونك جاهلا هكذا فذهبوا لأحمد يشتكون قالوا أرأيت بشر وكيف لا يتعلم قال والله ما تعلمنا العلم إلا لنصل إلى ما وصل إليه بشر والعجيب من بشر أعرض عليه العلم فقال إذن أتعلم وما أول العلوم أتقدم قالوا تعلم العربية فجلس مع رجل يعلمه العربية فأرد أن يفرق له بين بين الفاعل والمفعول والمرفوع والمنصوب والمخفوض فقال ضرب زيد عمرا قال يا معلمي قبل أن يكتمل بنائك لما ضرب زيد عمرا قال يا أخي هذا مثل نمثله حتى تعرف الفاعل من المفعول قال من أوله لا حاجة لي فيه طبعا هذا كلام كلام عجيب جدا هذا كلام كلام عجيب يعني هو يقول هذا الكلام وهو يدرس حتى الكاذب فيه ما ينفع أنا في درس حتى الكلام فيه ما ينفع في هذا الباب أيضا سواء عليكم أنا في درس في درس ماشي سواء فيقول يقول له لا أتعلم فكيف بإدخال القول على القول والتعمية و مسألة مسألة اللحم في أمر قد يكون غلافه أصعب من باطنه فهنا قال له لا حاجة لي فيه لكنه لما عظم ذكر الله جدا فعلا عظمه الله جدا فعلا والمالكية الإمام مالك يقول قولا عجيبا يقول من مشى فرأى ورقة يكتب فيها اسم الله فتركها ويعلم أنها تداسب الأقدام كفر يقول من وجد ورقة وعلم أنها ستداسب الأقدام يكفر بذلك أعوذ بالله الله هذا جننني هذا كلام مالك جعلني مجنونا وأنه في الشارع يعني أصحاب النفايات يعني العمالة التي تهتم بهذا الباب كأنني لست واحدة منهم بل أنا يعني خادمهم أو رئيسهم أمشي يعلم الله أمشي أخذ الجرايد وأخذ هذه سأموته وبعدين ما عندي شيء أحتفظ به فأضعه في مكان يغلب على ظني أنه لا أحد يستطيع يعني يمر عليه يقول فقد كفر يقول فقد كفر وهذه من شدة التعظيم لإسم الله يدل في علان فيقول أو فيها ذكر رسول الله لا يمزقها تمزيقا ولكن أراد به تعطيلها فليغسلها بالماء حتى تذهب الكتابة منها وإن أحرقها بالنار فلا بأس طبعا هذا فعل عثمان حرق عثمان مصاحف كانت فيها آيات وقرآن منسوخة لم يمكن ذلك عليه أحد لكن تدفن يعني تدفن في مكان طهر أيضا تدفن قال البعاقي وذكر الحليمي رجل الله عنه أنه قال وعندي أنه إن غسلها بالماء ولم يحرقها كان أولى بما فيها من الشناعة وتفارق ما أمر وتفارق ما أمر به عثمان من تحريق المصاحف للتخالف ما أجمع عليه لما كان لما كان يخشى منها من الفتنة وأثبات يعني ما صار رسمه منسوخا لما في تحريقها من المصرع إلى أفنائها ومن هذا الباب ومن هذا الباب أيضا أن لا يكسر درهم في اسم الله أو اسم رسوله صلى الله عليه وسلم فقد جاء النبي أنه نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس والبأس أن يكون زيفا فيكسر لألا يغطر به المسلم واجن أنه كتمزيق الورقة نعم التي فيها ذكر الله تعالى وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم قال بأي قير رحمة الله تعالى هذا الحديث إنما رواه محمد من وضاء وليس بالقويم عن أبيه عن القمع عن أبيه والله تعالى أعلى وأعلم نقف عند هذه ومازلنا مع حق النبي الأمين على هذه الأمة وهو عظم التعظيم والتبجيل والتوقير وكثرة الصلاة على النبي الأمين نعم لكن هنا عندنا في مصر يفعلون أمرا شنيعا يأخذون الجرائد يفترشونها ويأكلون عليها نعم ما دام فيها اسم الله فلابد من تعظيمه وهذه مصيبة كبرى قلت لهم لا تفعلوا كيف تفعلون بذلك حتى وإن لم يكن فيها اسم الله ولم يكن فيها ذكر الرسول فيها اللغة العربية احترام لغة القرآن نعم لو فيه أسئلة تفضلوا بذلك الله كل خير نعم لا يجوز رمي فلابد من من حرقه أو بله أو هناك آل اسمها المفرمة يعتنفرم هناك ويعدون أعتقد تصنعها أو غير ذلك رد الله عنك يا منال أحسن الله لك وعفى الله مقامك أسأل الله أن يؤسلك أمرك وأسأل الله أن يطمنك على أبيك وعلى جدك وأنا أجعلهم في خير صحة إنه أحسن حال وأن يعجلهم بالشفاء والرفع الله مأمين نعم دخول الخلاق لا ينقضوا لدوء بحرم الأحوال وإياكم أما عبد الله صلى الله لك ردنا أبرار أبر الله بك أسأل الله بحرم الأحوال أزاكم الله خير لنهد أزاكم الله كل خير أحسن الله عليكم جميعا قال ابن قتيبة زلدان قول لا يزال الناس بخير ما أخذ العمل أكبر يريد لا يزال الناس بخير ما كان عموم الشيخ ولم يكن عموم الأحداث صلى الله عليه وسلم أكبر جزاكم الله خير نسأل الله أحسن الله عليك ورفع الله مقامك وشكر الله لك ونسأل الله أن يثبت الخير فينا وفيك وفيكم جميعا وأن يغفر لي ولك وللجميع وأن يهدينا إلى سواء السبيل وأن يبصرنا بطريقنا فإدخال الأمر على الأمر أشق جدا على القلب وإن فسد القلب فسد كل شيء رضي الله عنك أمون جمعين أحسن الله عليك رضي الله عنك أسنة إذن أحسني إلى الطلبة قدر إمكان رضي الله عنك يعني يعني لا أقول تسهلي لكن أقول ارفقي ما كان رفقه شيء إلا زانة ما منزعم شيء إلا شانة لا سيامة في التصحيح أنا كنت دائما وهذا منهجي كنت في اختباراتي أجعل أجعل مساحة فتح الكتب للطلبة هذا أول سبيل للرفق به والأمر الثاني كل من دخل الاختبار أعطيه نصف الدرجة وبعد كده التمايز لمن يتقن يعني فرفقا رفقا حتى في التصحيح لو سمحتي كيف تعملين الطلبة سيعاملك اللاجل في علا جزلكم الله خير نحصل الله لك أنيس رفع الله مقامك وجعل رأة السنة بك ومعك وفيك ونسأل الله للفعل جعلنا وإياك من ناصر السنة وإياكما ملينا رفع الله مقامك وأقل عينك بولدك ببنتك وجمع عينك وعن زوجك في أعجل وقت وألف عينك وبينه الله مأمين رب العام الذي يعرف الحق والصحاب ويقول أتمنى أن أصل ولكن فعله ينافي قوله أخذا بعذر عدم القدرة بسبب القدر كيف تجيبه بسبب القدر ويقال له إذا تقوى إذا تقوى ومن تحلم علم الله الحلم ومن تصبر صبره الله ودفع له إذا تقوى يقال له إذا تقوى وتمرس وتمرن فهذا يجعلك ترتقي كلام أحبه جدا وفرز النفوس كفرز الصخور ففيها النفيس وفيها الحجر أعشقه هذا جدا 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 وفرز النفوس كفرز الصخور ففيها النفيس وفيها الحجر وبون شاسع وفرق واسع بينهما رادي الله عنك هذا فضلك وعينك الكريمة كل إنسان لا يرى إلا بعين فضله الصبون في حليب الأتان لا يجوز لأن حليب الأتان نجس حليب الأتان نجس فالصبون فالصبون الذي يستصنع من حليب الأتان لا يجوز استخدامه لأنه نجس والله أقتضي بك في التعامل معهم الحمد لله الجميع نجح رادي الله عنك أدخلت عليها السرور والله في هذا والله أدخلت عليها السرور جزاكم الله خيرا أحسن الله إليك رفع الله مقامك يعني الله يدخل عليك سرورا تاما كما أدخلت على الطلب السرور الله أمين جزاكم الله خيرا من لم يصل لي سنوات كيف يأخذيها يعني إن كان عمدا أنا أنصحه بكسرة النوافل أن يتمسك بنوافل الرواتب وأن يكسر من النوافل أكسر من النوافل أفضل لك أنت تفوز بما عندك من هذه الأفاضل والأخلاقات الرقية يا أنيس تفوز بها فوزا عظيما رادي الله عنك أنيس رفع الله مقامك رادي الله عنك يا دكتورة شماء لا تتقع عصين لأن في الأيام الماضية لكن هناك تقاعص وليس هو الحرس الذي كان عليك ردناك يا راجية نسأل الله أن يحفظك أكسري من ذكر الله الله ربي لا أشرك به شيء أكسري منه أسعدك الله وأسعد قلبك وأيمانك وروحك الله مأمين يا رب العالمي رد الله عنك أسعدكم الله رد الله عنك ما قلت لك بأخلاقياتك الرقية وما عندك من من السمو تفوزين دون دون اختبارات دون اختباراتك رد الله عنك رد الله عنك أحسن الله عليك ورفع الله مقامك وشكر الله لك وتفضل عليك بردواني وأسعدك رد الله عنها نعلم ذلك ونعلم أنها من الفضلات الرفعاء نعم بزاكم الله خيرا أحسن الله عليكم سبحانه الله ربنا ورحمدك أشهد الله إله إلا أنت أستغفر وأتقول لك والرجاء عمل لنا كلها صريحة وجعل الوعد خالصة وتجعل أحد فيها شيئا اللهم ارفع الوباء والغمة عن الأمة اللهم ارفع الوباء عن الأمة وارفع الغمة عن الأمة اللهم أمين يا رب العام تفضل الله عليكم جميعا بالردواني وأحسن الله عليكم من كثير يقول ليفسدوا النمام والكذاب في ساعة ليفسدوا السحر في سنة بل أكثر من ذلك يا شريف بل أكثر من ذلك لذلك قال النبي القتات لا يدخل الجنة استغفر الله أعوذ بالله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ترجمة نانسي قنقر